اشتركوا في القناة قضية تتعلق بالتغرير بطفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة ومحاولة تعريضه لهدك العرض وأوضح بلغ للمدري العام للامن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبة فيها بنسج علاقة افتراضية مع الضحية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أن يحاول استدراجه للقائه بأحدى الحضائق العمومية بمنطقة مغوغة حيث تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة بتنصيق مع والد الطفل الضحية وبحوزته مجموعة من الهدايا التي كان يعتزم استخدامها في عملية الاستدراج وأضف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبة فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدية الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مجادة بإجتراف من النجابة العامة المختصة وذلك لتحديد كافة ظروف والملابسات المحيطة بمحاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية